سنجي بعد ما تجي البكترية تدخل و تسوي colonization عدنا بالperi-epical area أو tissue شو راح يصير عدنا؟ راح يصير عدنا Enflamatory Mediator كرسبونس أو Pro Enflamatory Mediator كرسبونس لهذه البكترية التوكسين راح تجي الimmune cell راح يصير عدنا Enflamatory Mediator اللي هي Pro Enflamatory Mediator راح يسبب لنا شنو Fibro Vascular Matrix وانشيات Granulation Tissue Hyperplasia يعني الـ Granulation Tissue هنا بها المنطقة راح يصير بها Hyperplasia بعد ما صار عدنا Hyperplasia أكو Fibros Capsule راح يكون شنو يغطيها و شنسمي الليجين بريابيكال جرانيلومة هذي الريابيكال جرانيلومة اللي بالأشعة نشوفها راديولوسن كل الصعب أن نميزها عن الريابيكال سيست نجي هسا مرة نشوف جرانيلومة مرة نشوف سيست مرة نشوفها ابسس بعدين نجيها ليش هس هنا راح يصير عدنا Dylated Blood Vizel راح يصير عدنا Fibro Plast تنتج لنا Collagen و عدنا Plasma Cell و Macrophage و شنسمي هذا بريابيكال جرانيلومة هاذا شون راح نعتمد عليه شون راح نبدي نسوي لتريتمنت ان شاء الله في محاضرات أخرى ها 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 ترجمة نانسي قنقر